اه? اذا على بركة الله مشاهدين اغلافيا اه مشاهدين اه شوف تيفي اينما كنتم داخل وخارجة الوطن اهلا وسهلا ومرحب بكم معنا مرة اخرى في هيذ البت المباشرة في مدينة الدار البيضى كانت وجد اه امام احد تنويات تأهيلية لعرفات مؤخرا كما قد تعرفوه على الصعيد وطني كان امتحان للبكالوريا. فهذا اطار هدفه اليوم او اليوم صباحا على الساعة التانية تعصر بالضبط. فالوزارة صرحت على انه ابتداء من الساعة التانية تعصر بعد منتصف الليل. اي اه صباح يوم الاثنين. اه غدا تكون نتائج دي الامتحانات دي البكالوريا. فنعركو بانه اه الاباء والامهات او يعني الامور اه يعني سنوات دي الدراسة كي اختزلوها كلها فهد النتيجة دي البكالوريا. جهد وعراق وضغط نفسي والعديد من الامور دي اه الوالدين كيعيشوها طيلة هاد السنوات خصوصا كما قلت هاد يعني العقبة الاخيرة اللي هي اه انتحان اه البكالوريا. وفهد صدد هاد اه الناس كيما قلناك تعيش نفسي رهيب رهيب بزاك. وفهد الاطار هاد وعلى مستوى اذي المديرية الاخريمية عن فقط. لحسب اه المعلومات المتوفرة لحدود هاد اللحظة. فنتائج كتبقى للأسف للأسف شديد كما قلت على حسب معلومات اه الاولية من المصادر المقربة اللي كتتكلم على نتائج كاريتية اه بنسبة الناس اللي اجتازوا اه البكالوريا باللغة العربية. فا اه تخيلوا معي انه لكنا كنتكلموا على بكالوريا باللغة العربية. هذا ما يعنيش باننا كنتصغروا او كنتستهلوا ببكالوريا بالعربية ولكن اه كنعرفوا بانه اغلبية دي الخصة الناس كيقروا في تعريب العمومي. ما عندهم مش واحد اه ما عندهم مش واحد الامكانيات اللي تخول لهم انهم يمشيوا. يعني كما كنقول يديروا دروس ايضافية او دروس دعم او دروس تقوية في مواد اللي كما كنقولو في الانجليزية او في بعض المواد او في الرياضيات او بعض المواد اللي كتكون اه كتستعصى عليهم طيلة السنة فكيحاولوا انه كما قلنا كيديروا دروس دعم والتقوية. لا حسب اه حتى الامكانيات دي الوالدين كما قلنا الله يحسل العوان هاد الشي ما كيكون شي كيكون متوفر لي كينا الناس بساكل لي علاقة دلحال اه دري كيمشي قرم سكين بوحده. وهكي ما قلنا في هاد الاطار هاد هاد النتائج اللي كانت على مستوى المدرية اقليمية انفر. فا اه بحضرت لحظة كما قلت المعلومة المتوفرة. فهي نتائج كاريتية. اه من اصل من اصل اتنين وستين. من اصل اتنين وستين مرشح. بسياز امتحان البكالوريا للغة العربية. اه يعني فقط اه نسبة النجاح اه ما غد تخيلوش معايا. جوج. يعني جوج من اصل اتنين وستين. وخمسة استدراكية. خمسة استدراكية. يعني خمسة عندهم استدراكية. جوج اللي نجحوا. يعني نتكلمو على واحد النسبة دي النسبة كبيرة ونسبة مخيفة جدا. اه خمسة وخمسين مرشح ومرشحة. خمسة وخمسين مرشح ومرشحة. اللي ما تمكنوش من اجتياز البكالوريا. كنذكرو البكالوريا على مستوى. نعود قولها. على مستوى المدرية الاقليمية انفر. فقط. كنذكرو وكنحطو تحسم له اكثر من سطح على مستوى المدرية الاقليمية انفر فقط. هاد النسبة اللي كنتكلمو على حاليا. اه يعني كتبقى نسبة اه مخيفة. نسبة كاريتية. ما عرفناش اه غنت سنة وباقي النتائج على المستوى الوطني. بس اه كيف ما قلنا نحاولون نعرفو اشنو اللي يقع. لانه كين تخوف كبير على المستوى الوطني. كين تخوف كبير من البكالوريا هاد السنة. كيقولو بانه حطوا لهم بكالوريا دي الالفين واحداش. ما عرفناش اه يعني كيف ما قلنا ما بغينا ستسبقوه الاحداث. وهذا ماشي كان بعتوه رسالة دي تشاءوا من الابة والامة هاته الاولية دي الامور. اه على العكس. غير احنا كان حاولو اننا نحطوكم صورات عرفوه الجديد. بما يخص فلدات دي الاخبات ديلكم. بما يخص اه امتيحان دي هات السنة دي كما قلت. ما عرفناش اشنو اللي واقع. كاد سنو باقي النتائج باش نقدروا نديروا واحد تقييم. ونعرفو عشنو اللي واقع. علاش اه هاد السنة البكالوريا. علاش كانت اه صعيبة تلت درجة هادي. اه ما عرفناش اشنو اللي واقع كالمقناق. اه الاباء والامهات والاولاء دي الامور كيتشكاو. كيتشكاو منه. ذاك شي اللي كيتلقنوه اللي كي ياخدوه اه ابناء ديالهم في المدارس كنتكلموه على المدارس العمومية. على المدارس العمومية ما كنتكلموش على المدارس الخصوصية. اشنو اللي واقع كما قلنا الباقي معطيات وباقي التفاصيل اكيد غادي نجمعوها. وغادي نعرفو اشنو اللي واقع باش نحطو الناس في الصورة. اذن كما قلت حاليا بغنا نحطوكم غير في النتائج الاولية اذكر مرة اخرى على اه مستوى المديرية الاقليمية انفق فقط. اقول فقط على المستوى المديرية الاقليمية انفق فقط. الناس اللي اجتازوا او المرشحين والمرشحات اللي اجتازوا انتحانات البكالوريا باللغة العربية. فمن اصل اتنين وستين نجاح دي الجوج المرشحين او المرشحات. جوج اه خمسة ادراكية والباقي للاسف للاسف. يعني اه ما عرفتش اه كين بعض الحيان كتعجز على التعبير لانه اه كتقول الله يحسن العوان دي لدي الوالي دي المساكن. لي كما قلت سنوات وسنوات وسنوات من اه مقابلة ومن اه تقتل نفسي ومن جهد ومن بزاف الامور كي نسكين كيحيدا من نفسه وكيحطا في الولدات كي دي استثمار في وليداته. وكيبغي النتيجة في الاخير بس انا ونفرح. هذي مش نهاية العالم اكيد اه كانت منهم انتوفيق الجميع اه الولدات ديالنا والبنيات ديالنا كانت منهم انتوفيق. اذا اه على اساس هذه المعلومة اللي يعطيناكم اه على مستوى اذكر على مستوى المدري اخريمية انفا. اذا المبقى ليه الا نودعكم على امل لقائدكم اه في بيت مباشر اخر. على امل اننا قد نسمعوه باقي المعطيات. ونعطوكم كل جديد فيما يتعلق بانتحانات البكالوريا. لسنة الفين واثين 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 واثين. اذا مبقى ليه ان نبدعكم على امل لقائدكم في بيت مباشر اخر. وانتم في العزي الله. والى اللقاء.